بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر خصوصاً فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا تواصل فرنسا تكثيف الضغط على أنقرة للحد من انتهاكاتها لقرار الأمم المتحدة حول حضر توريد السلاح إلى ليبيا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت الانسحاب رسمياً من عملية سي جارديان التي يقودها حلف النيتو في البحر المتوسط بعد واقعة تعرض فرقاطة حربية فرنسية لتهديد من سفن تركية يشتبه في نقلها أسلحة إلى طرابلس مشيرة إلى أن هذا العمل الذي وصفته بالعدائي تسبب في توتر الأجواء مع أنقرة بشدة من جهة أخرى حذر وزير الخارجي الفرنسي جون إب لودريا عقب محادثاته مع نظيره الإيطالي لوجد مايو من أن فرنسا ستفرد عقوبات جديدة ضد تركيا إذا استمرت في انتهاكاتها سواء في ليبيا أو على مستوى الحدود الأوروبية وأكد لودريا أن أنقرة ما زالت عقبة أمام تأمين وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا الاتهامات الفرنسية ضد تركيا كررها وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس الذي حمل تركيا مسؤولية نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وخلال لقائه مع رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح في طبرق استنكر ديندياس الغزو التركي للأراضي الليبي مؤكدا أن تدخل قوى أجنبية في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبلا أفضل للشعب الليبي وبحسب وكالة الأنباء اليونانية ناقش ديندياس مع عقيل صالح تشكيل لجنة لدراسة ترسيم الحدود البحرية وفتح قنصلية يونانية في بنغازي وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي سياسات تركيا العدوانية في البحر المتوسط وليبيا تصنفها فرنسا واليونان بأنها عمليات إجرامية لا يمكن السماح أو القبول بها وتقود الدولتان جهودا أوروبية لعزل تركيا وتحميلها عواقب انتهاكاتها المستمرة